الحج من أعظم العبادات وأحبها إلى الله يتمنى أجره وتوابه كل مسلم فبالحج تتهذب النفوس وتزيد الحسنات وتغفر الخطايا والذنوب وفي هذه الأيام المباركة يتوافد حجاج بيت الله الحرام لتأذية مناسك الحج وشعائره يتابعهم ملايين المسلمين حول العالم الحج ليس عبادة فقط بل مدرسة إيمانية تربوية يتعلم منها المسلمون الكثير من المبادئ العظيمة التي تفيدهم أو تنفعهم في دينهم ودنياهم فكيف نشارك هذه التعاليم الدينية والتربية القيمة مع أبنائنا ونجعل من موسم الحج وتعاليمه فرصة تربوية لغرس المفاهيم الصحيحة في الأطفال للحديث عن ذلك نصدف معنا اليوم الدكتور ياسر شلبي استشاري العلاقات الأسرية يصحب صباحك ويسعد صباحكم صباح المشاهدين كرام أهلا فيك كل سنة أنت طيب دكتور بداية أبو العيد قرم إن شاء الله خير وبركة على جميع الأمم الإسلامية طيب دكتور بداية لماذا يعتبر الحج مدرسة تربوية ودينية؟ نعم الحج ليس هو أعمال شاقة يقوم بها الحاج وإنما هي كما ذكرتم عبادة جليلة يطبق الحاج فيها أحكام الإسلام أو أركان الإسلام بطريقة عملية تطبيقية وليس بطريقة نظرية الله عز وجل يقول يشهدوا منافع لهم منافع ليس هي فقط منافع اقتصادية بل هي منافع اقتصادية اجتماعية نفسية تربوية بتطبيق عملي لقيم الإسلام التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله أثناء هذه الحلقة بإذن الله عز وجل طيب الآن نتكلم على الأطفال وكيف أننا ننقل لهم مراسك الحج بصورة بسيطة نعم نحن نريد في موسم الحج وفي العشر ذي الحجة أن يعيش الأطفال جزء من مشاعر الحج والتطبيقات الحج هو ليس فقط موسم للحجاج فقط وإنما الحجاج ولمن يتابع الحجاج ولمن يعيش هذه الأيام هي أيام مباركة على الجميع فنحن ممكن أن نبدأ في أن نقص للأطفال قصة الحج ابتداء من هجرة إبراهيم عليه السلام بهاجر عليه السلام وإسماعيل إلى مكة ووضعهم في واد غير زي ذرع ثم بعد ذلك كيف ساعة هاجر بين الصفا والمروى ثم بعد خروج ماء زمزم ثم بعد ذلك كيف بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة والتفاصيل الأخرى التي بدأت وانطلق منها رحلة الحج أيضا ممكن أن نعرض بعض الفيديوهات المبسطة للأطفال هي موجودة على الإنترنت بشكل كثير عن مفاهيم الحج وأحكام الحج وآداب الحج لتقرب الصورة بشكل عملي بالنسبة للأطفال أيضا هناك بعض الجوانب التي ممكن أن تعمل في بعض المدارس أو بعض المساجد لتطبيقات عملية للحج يمارسها الأطفال بصورة تمثيلية تقرب لهم مفاهيم الحج وأحكام الحج ليعيشوا جزء من هذا الجانب وإن كان هم لا يستطيعوا الذهاب إليه لكن لا مانع أن يعيشوا تلك الأجواء فيما بينهم مع مدرسيهم ليستشعروا معاني الحج وأحكام الحج وقيم الحج طيب أنت الآن ذكرت أن الحج فعلا قيمة أساسية في الأساس الآن عشان ننقل هذه القيمة للأطفال أو ما هي القيمة الأساسية لذورة نركز فيها لنقلها للأطفال عن هذه المناسيق العظيمة من القيمة الهامة جدا والأساسية والتي تبتدأ مع بداية رحة الحج وهي قيمة الاستسلام لأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام عندما هاجر بهاجر إلى مكة وضعها في موضع لا وجد فيه لا ماء لا طعام لا وجد فيه أحد في واد غير زيزرع كما وصف الله عز وجل ثم جاء راجع إلى فلسطين فتبعته هاجر وراء إبراهيم عليه السلام تقول يا إبراهيم تركتنا لماذا وأين تركتنا فإبراهيم لم يكن يلتفت يعني حتى لا يشعر بحزن على زوجته وابنه ولا تأخذ العاطفة بعد ذلك هاجر سألت إبراهيم آه الله أمرك بهذا فقال آه الله أمرني بهذا فقالت إذن لن يضي عن الله فإذن استسلمت لأمر الله استسلام كامل فهذا الاستسلام نريد أن نبرسه في نفوس أطفالنا وكيف أنه الاستسلام لأمر الله عز وجل لن يضي عن الله عز وجل عندما نتبع أوامر الله عز وجل لن نضي فنبدأ بذلك نذكر قصة هاجر وكيف فعل كذلك الاستسلام عندما استسلم إبراهيم عليه السلام لموضوع ذبح ابنه كاستسلام لأمر الله عز وجل ثم جاء التضحية وكيف جاء فداه الله عز وجل بذبح عظيم فهذا بعد الاستسلام لأمر الله عز وجل يأتي الفرج بإذن الله عز وجل هذه قيمة أساسية ويجب أن نربي عليها النشأ من صغر أن نستسلم لأوامر الله عز وجل ثم بعد ذلك نأتي إلى المرحلة التي بعدها وهو التوكل على الله قيمة التوكل على الله بارزة بشكل كبير جدا في مشاعر الحج عندما هاجر عليها السلام بعدما ذهب إسماء إبراهيم لم تجلس في مكانها وتقول بما أن الله عز وجل لن يضيعنا سوف أنتظر أن يأطيني الطعام والشراب إنما بدأت تسعى بين الصفا والمروى ذهابا وإيابا تبحث عن من يقدم لهم الطعام تبحث عن الماء تبحث عن الشراب من أجل طعام ابنها فهذا البحث هو عبارة عن الأخذ بالأسباب ليس هو تواكل إنما هو قيمة التوكل على الله عز وجل فبدأت تذهب وتأتي حتى تعطي صورة ولا كان من البداية ممكن أن يخرج الماء بعد ذهاب إبراهيم عليه السلام ولكن حتى يعطي درس للمسلم أنه لا بد أن تسعى وهذا يأتي السعي بين الصفا والمروى هو التوكل على الله نجسدها فهذه من المعاني الأساسية في الحج من القيم الجميلة والرائعة في الحج قيمة الوقت قيمة الوقت تبرز بشكل كبير جدا نحن الآن في عندنا ليالي عشر إذا لم نستغلها ذهبت علينا تلك الليالي هي موسم للاستغلال لتزود في الطاعات ثم يأتي أنه يوم عرفة من لم يقف في عرفة فاتوا الحج كله فما في مجال أنه يوم عرفة هو يوم التاسع فنقف بهذا اليوم إذا ما وقفنا فاتنا الحج ولا يمكن أن نقدم يعني الآن بعض الدول الأوروبية تقترح لماذا أنتوا لا تجعلوا الحج مرتين في العام أو ثلاث مرات؟ لماذا يجتمع المسلمين في هذا الاجتماع الكبير كله؟ فنقول هناك التزام في الوقت لا يمكن أن نقوم بالحج قبل أو بعد في انضباط بالوقت عندنا قيمة أساسية أيضا مشاعر الحج الأخرى كلها مرتبطة بزمان محدد ومكان محدد لا يوجد فيها تغيير أو تبديل فإذا قيمة الوقت والانتظام بالوقت وأهمية قيمة الوقت الخمس دقائق في عمر الإنسان تساوي ثلاث أشهر الساعة الواحدة تساوي ثلاث سنوات في عمر الإنسان فليست بسيطة فعندما نعطي تلك المعاني لأبنائنا يصبح لديهم اهتمام بقيمة الوقت وأهمية الوقت بشكل جيد أيضا قيمة الانتظام والنظام والامتثال والاهتمام بالذات فعندما نرى نحن يعني لو سألت سؤال لماذا ما هو السر انتظام المسلمين في الحرم المكي بصفوف متحدة بصورة بديعة مرتبة في لحظة واحدة الكل ينتظم ولو جئنا نحن يعني بقوة العالم أن نرتب مليون أو مليون ونصف إنسان مستحيل يعني تحتاج إلى قوة وإلى ردع وإلى وحتى نظلم طب ما هو السر في هذا الانتظام البديع وهذه الصورة البديعة التي نراها في المسجد الحرام والهدوء الكامل ليس فقط في المسجد حتى في ساحات الحرم حتى لترجة أنه عند سكوت الإمام نسمع صوت العصافير وصوت الحمام وأصوات بكل هدوء وسكينة وطمئنين ما هو السر في ذلك السر في ذلك هو امتثال أمر الله ثم أمر آخر اللي هو الاهتمام بالذات كل واحد نسي الآخرين وبدأ يهتم بذاته الآن في هذا الموضع ما هو الاهتمام بالآخرين وإنما أهتم بذاتي بتنظيم نفسي فعندما أنا أنظم نفسي وأهتم بأخطائي وأترك الأخطاء وزميلي أيضا يفعل ذلك والشخص الآخر يفعل ذلك الكل ينتظم أما عندما ننشغل في الآخرين وأخطاء الآخرين ونريد أن نصحح أخطاء الآخرين وننسى أخطائنا فلا يحصل هذه الصورة البديعة من الانتظام فهي قيمة رائعة يجب أن نعلمها لأطفالنا ولأبنائنا أنه شوفوا كيف انظروا إلى الانتظام وهذه الصورة أنه أنا ابني لن يذهب إلى الحج طب عندنا في شاشات تلفز نرى الحجاج ونرى هذه الصورة البديعة يجب أن نقف أمامها وأن نعلمها لأبنائنا بصورة عملية واقعية أيضا عندنا قيمة التعاون والوحدة الإسلامية فنرى أنه في هذا المشاهد في الحج كيف أن الحجاج يتعاونوا مع بعضهم البعض يقدموا لبعضهم البعض من كل الأقناس دكتور يعني كل الأقناس وكل الألوان واللغات يجتمعوا في هذا اليوم كلهم يعني في هذه الأيام على قلب واحد نعم هدف واحد وهنا نأتي إلى قيمة الهدف أنه هدفهم كلهم إرضاء الله عز وجل ما هي أهداف ولا مصالح ذاتية واجتمعوا وهذا الهدف وحدهم جمعهم بلباس واحد لا فرق بين غني ولا فقير بين ملك ولا مملوك الكل متساوي سواسية في هذا المكان والكل هدفهم واحد وهو إرضاء الله عز وجل والكل ما في فرق يعني ما أحد يميز أحد عن أحد لا لباسه ولا شكله ولا لونه إنما يميزه درجة استسلامه إلى الله عز وجل والنية الموجودة في قلبه هو لماذا أتى إلى الحاج هو أتى لكي يتباهى ولا أتى لأرضاء الله عز وجل فنيته هي التي تميزه فإن ما يميزه هو التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذا الذي يميز الحاج وهذا الذي يميز الإنسان وهذه القيم والمعاني يجب أن نسعى لغرسها لدى أبناننا فعلا يا ريت هذه القيام وهذه العادات نحملها معنا طول السنة وطول العمر وفعلا الممارسات هذه تهذب الإنسان طيب دكتور بالنسبة للأطفال الآن نرجع للموضوع هذا في المدارس دكتور هناك بعض المدارس تقوم ببعض الأنشطة المدرسية لتعليم الأطفال الحج والمناسك وما إلى ذلك من الطواف والتربية والسعي بطريقة لطيفة فكيف يتعلم أبنائنا مناسك الحج بمثل هذه الفعاليات التي تقيمها المدارس جميل تلك الفعاليات أن تقام وهي لا بأس بها من باب تقريب الصورة للأطفال لكن يجب أن نربطها بالقيم يعني أنا ليس فقط أن ألاعظ الأطفال وحركات وإنما يجب أن أقف عند كل حركة أو منسك نطبقه بطريقة صورية أو صورة تمثيلية بقيم يعني أجلس الآن جلسنا بجوار الكعبة نتحدث عن قصة بناء الكعبة والقيم المتصلة بها أخذناهم إلى السعي فنتحدث عن التوكل على الله عز وجل نتحدث أيضا عن مفهوم التلبية أنه أنا لبيك اللهم لبيك معناها أنا أعلنت التوحيد إلى الله عز وجل أعلنت الاستجابة لأمر الله عز وجل فهذه المعاني يجب أن نربطها وليس فقط أن نقوم نحن بأعمال وحركات فقط ليس هي عبارة عن لعبة نلاعبها الأطفال وإنما هي الآن نريد أن نغرس لديهم القيم وأن ننقل لهم معاني الحج الرائعة في كل هذه الأمور الأطفال دكتور ما يفهموش ولا يستوأبوها فممكن يفهموها أنه فعلا لعبة لذلك لازم فعلا نربطها بالقيام مع هذا الموضوع طيب خلال هذه الأيام يعني ممكن أنه إحنا نستفيد من التلفزيون أو نقل هذه المناسك العظيمة في تعليم الأطفال كيف نعلم الأطفال يعني مهارات التواصل مع الآخرين مهارات احترام الآخر مهارات تقبل الآخر من خلال هذه المناسك التي نتابعها على الشاشة نعم يعني نحن نركز يجب أن نركز أنه أول شيء الاجتماع هؤلاء المسلمين هم في مؤتمر عالمي لا فرق بين عربي وبين أبيض وأسود وأجنبيه الكل سواسية فقيمة أنه كل الناس سواسية قيمة الإنسان ليس بشكله ولا لونه ولا بلغته يجب أن نغرسها وهذا ممكن عندما يشاهد في التلفاز أنه نرى الآن هذا شكله هندي وهذا فلسطيني وهذا عربي وهذا يمني وهذا سعودي وهذا وهذا لكن كلهم سواسية أمام الله عز وجل والكل جاء لهدف واحد لتلبية أمر الله عز وجل فنغرس فيهم أنه كيف يتعامل الجميع الجميع يستطيع أن يتعامل مع الكل أيضا نركز على جوانب التعاون أن نشوف الآن كيف المسلمين يتعاونوا مع بعضهم البعض وهذا يقدم الماء وهذا يقدم الغذاء وهذا يقدم المساعدة للكبير وهذا يقدم المساعدة للصغير فهذه الصور كلها عندما نراها يجب أن نقف عندها ونركز يعني نحن يجب أن نشاهد التلفاز مع أبنائنا يعني نجلسهم الأبناء ممكن ما يخبوا يجلسوا على مشاهدة مناسك الحاج لكن عندما نجلس نحن مع الأبناء أنه تعالوا مع بعض نتفرج ونحلل الموقف اللي أمامنا ونتكلم كيف أنه هؤلاء ماذا يفعلون ونأخذ القيمة التعاون نأخذ قيمة الأخوة الإسلامية أنه الكل أخوة ما بيعرفوا بعضهم البعض لكن الآن جمعهم هدف واحد فبدأوا الجميع يتواصلوا مع بعض ويتعرفوا على بعض ويصير في نوع من التآلف يخدموا بعضهم البعض ليس الهدف منه أنه مرحلة حالية وإنما هو تكوين أخوة إسلامية الآن أنه هذا الجمع هو اللي جمعهم وهذا المكان جمع الجميع ويخلى أنه المسلمين قادرين أن يجتمعوا لما يكون عندهم هدف واحد يستطيعوا أن يجتمعوا وهذا الهدف ليس هو هدف دنيوي وإنما هدف نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما بتغينا العزة بغيره أعزنا الله فإذن هدفنا هو الاجتماع على أمر الله عز وجل عندما نجتمع على أمر الله وليس على حظوظ النفس حظوظ الدنيا نستطيع أنه نجتمع ونعيش بسلام مع بعض ويكون في تآلف فيما بيننا لكن عندما نجتمع على الصراعات فيما بيننا تحدث تلك المشكلات والأزمات الموجودة مليون ونصف أو مليونين حاج في مكان واحد ما الذي جمعهم وكان هناك نوع من السكون والطمأنينة الذي جمعهم وحدة الهدف الذي جاءوا من أجله فعلا والله يعني منظر تقشعر له الأبدان يعني في كل عام لما نشوف الناس تكتمع من كل أسقاع الأرض لتأذية هذه المناسك العظيمة فعلا وما أجمل أن نغرس هذه القيم في نفوس أطفالنا فدكتور ياسر شلبي شكرا لتواجدك معنا لتطبيق هذا الموضوع المهم الذي يهم الأسرة اليمنية شكرا لك الله عبرك طبعا قبل ما نغرس في نفوس أطفال يجب أن نغرس في نفوسنا نحن أكيد نحن الأساس نركم الله عطيكم العافية شكرا لكم شكرا لك شكرا لكم